اليوم رح اكمل معاكم موضوع العطاء وليش الناس تختفي من حياتنا فجأة اهلا وسهلا فيكن مع حلقة جديدة من رجا توكينج لايف الحلقة المادية انا حكيت فيها عن موضوع العطاء لما الانسان بيعطي بشكل كبير وخاصة لاصدقاء مقربين او في معظم الحالات اهل وقرايب لانا وفجأة بلاقي الانسان حاله صار الناس هدولة اللي انا عملت كويس معهم اساؤولي او انه كمان بعدوا عني اذا بعدوا مش مشكلة بس انه يبعدوا ويسيقوا الي كمان هاي بتأذي اكتر بكتير في الحلقة الماضية انا حكيت على ليش بيختفوا الناس من حياتنا من منطلق علم الطاقة اليوم بدي احكي عن العطاء نفسه بدي احكي عنك بدي احكي عنك يلي بتعطي من غير مقابل يلي بتعطي من غير حدود انا واحدة من الناس بتفهم كتير لما حدا بيجي بيقلي انه انا احطيت من غير حدود وبدون مقابل واخرتها انا كل اللي لقيته اهانة او جفة او بعد او عدم تقبلي بالمرة في ناس واشخاص كتيره عندها طاقة غير محدودة من العطاء والحب وهاي الطاقة تمتد لكل الناس اللي حواليهم فبيعتوا من غير مقابل الاشخاص هيدول هم طبيعتهم هيك فبالاخر يا امه لما انا بصير معي كل هالصدمات من الناس المقربين الي والناس اللي حوالي بتصير عندي ردة فعل وبصير انا اتساءل هل انا فعلا غلط هل انا ما كان لازم اعطي العطاء اللي غير محدود هل لازم اغير طبيعتي شو الغلط شو اللي انا عملته هاي التساؤلات بتمرو كتير بافكارنا لما احنا منكون من الناس المعطائين من غير حدود وما من قابل العطاء طبعنا ما بتقابل بطريقة اللي بتناسب العطاء اللي انا عطيته وهيدا الحكي انا مرأ علي كتير لانه انا بآمن انه باخر نهار ربنا سبحانه وتعالى حيحاسبني انا على اعمالي مش حيحاسبني على الناس والطريقة اللي هم اتعاملوا معي فيها فاخدتني سنين وسنين وسنين لانه انا افهم انه العطاء الغير محدود ومش بنعطى لكل الناس لانه في كتير ناس بالاخر حتستغلني او تفهمني بطريقة غلط او تفكر انه هذا ضعف مني لما انا اسكت على الاساءة او الاهانة او الظلم اللي بيوقع علي فعشان هيك انا ما بقول انغير من طبيعتنا لا بالعكس هي خصلة ممتازة ومش كتير ناس بتحلوا فيها ومش كتير ناس عندهم نبع من العطاء اللي ما بينفد بس اللي لازم نعمله انه احنا نقعد مع حالنا ونشوف ليش احنا منعطي بهاي الطريقة هل احنا منعطي عشان بدنا نعطي زي انه تكون تعبير عن حبي للشخص اللي انا بتعامل معه ولا هي تعبير عن نقص جواي انه انا بحب اعطي لانه بدي اشوف التقدير من الناس اللي حوالي طبعا لا 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 هتقولولي اول اشي هتقوللي يا لا انا اعطيت ما متوقع شي بالمقابل وانا بوافقك انا بوافقك لما انت اعطيت يمكن ما كنت انت بدك اشي بالمقابل بس بالوعي العقل الباطن العقل اللي احنا ما منبقى كتير متعارفين عليه وعلى ايش هو بده يمكن مرأة معنا تجارب في حياتنا بالماضي او بتفولتنا انه احنا الطريقة الوحيدة اللي كنا اهلنا او اصحابنا انه يتقبلون انه احنا نعطي من غير حدود انه انا ابسط اللي حوالي مش ابسط حالي فهذا العطاء اللي احنا لازم نقعد نفكر فيه هل انا عم بعطي لانه هادي فعلا انا اللي بدي اعمله ولانه هايتعتبر صدقة كمان تبسمك في وجه اخيك صدقة صح فما بالك بانه الواحد يعطي اكتر من البسمة فبهاي الطريقة لما احنا نعرف ليش احنا اعطينا ايزة لانه احنا عن محبة وفعلا بدنا نعطي وما منتوقع مقابل ولا لانه لانه احنا بدنا نبسط الباقيين لانه بدنا التأدير تبعهم عشان احنا نحس انه احنا عطاءنا كان في مكانه فعلشان هيك خلينا نقعد مع حالنا ونشوف كيف انا ممكن اغير من الطريقة اللي انا بعطي فيها علشان انا ما اكون يصير عندي احباط او وانصدم بالناس اللي حوالي لانه صدمة ورا صدمة ورا صدمة حتأثر عن نفسيتك بالاخر وحتخليني انا احس بانه انا ما عندي ثقة بنفسي وانه كل شغلي وكل اللي بعمله انا عالفاض راح فليش انا اعمل هيك حكي لا هاد خير هاد اشياء كويسة نعمل بس خلينا نشوف العطاء شو سببه ليش قاعدين منعطي ومننصدم لما الناس اللي حوالينا ما ترد العطاء هادا باشياء ايجابية او طريقة ايجابية وهل ممكن احنا العطاء هادا نحدده شوي لغاية ما نختبر الناس اللي معانا هل ممكن انا اعطي بطريقة محدودة لشخص معين وطريقة اكتر لشخص تاني فهاي احنا بدنا نحكم عليها بذاتنا لما نقعد مع حالنا فعلشان هيك انا ما بدي اياكم انه تكون توقعاتكم من الاشخاص اللي حواليكم واصحابكم كبيرة لانه احنا نصاب بالاحباط واليأس والحزن لما التوقعات تبعتنا تكون اعلى من الواقع من الناس اللي هن عم بتعاملوا معنا احنا عم بنحملهم كمان اشي فوق طائطهم لانه هايدي هي طائطهم ممكن هن ما بيعتوا زي ما احنا بنعطي يمكن هم بالنسبة لهم بعتبروا عطائك اشي اجباري او عطائك هدا انه لازم انت تعملي هيك كأب كأم مسلا لأولاد العطاء هدا لولاد انت مشبور انت بي انت امي انت هيك خلينا نقعد محالنا ونراجع نفسنا ونشوف كيف احنا ممكن نتطلع على منظور العطاء من منطلق تاني علشان احنا نكون سعداء وما ننصدم بالناس اللي حوالينا وما نبطل نعطي من هالنبع الكبير اللي موجود عنا شكرا كتير لكم ولو سمحتوا اعطونا ثامز اب لايك الفيديو شاركووني تجربتكن ايش تجربتكن مع العطاء هل كانت دائما تجربة ايجابية هل كانت دائما انه الناس ردوا العطاء بعطاء مماثل ولا كانت صدمات واحدة ورد تانية وتجربة سلبية يلا الله معك وبشوفكم بالحلقة الجاي مع السلامة باباي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة